من أزمة إلى أخرى ينضي العراق في ظل أحزاب العملية السياسية التي تتحكم بمقدرات البلاد منذ أكثر من 17 سنة الأزمة هذه المرة في القطاع النفطي وهو القطاع الأهم على الإطلاق في بلد يعتمد على النفط لتوفير أكثر من 90% من الدخل القومي ما يجعل من أي انخفاض في أسعار النفط خطرا داهما يهدد الاقتصاد العراقي بالانهيار وخلال الأسابيع القليلة الماضية وقع ما يخشاه المهتمون بالشأن العراقي ويحذرون منه فبينما اعتمدت الموازنة العراقية الأخيرة على سعر تقديري للنفط يبلغ 56 دولارا للبرميل تراجع سعر البرميل ليلامس حدود 25 دولارا على وقع الخلاف المحتدم داخل منظمة أوبك بين السعودية وروسيا ما يعني عمليا خسارة العراق لأكثر من 50% من دخله القومي إذا استمر ذلك الهبوط الحاد في أسعار النفط بما يعنيه ذلك من أن حكومة بغداد ستعجز قريبا عن دفع رواتب نحو 7 ملايين موظف يمثلون الهيكل الإداري للدولة ما يهدد بانهيار الاقتصاد العراقي وبحسب محللين فإن العراق يفتقر بشكل واضح لسياسة نفطية مستقلة كما أن شركة النفط الوطنية سومو لا تزال تدار بسياسة ارتجالية ولا تمتلك استراتيجية واضحة للاستثمار ولا خطط مستقبلية ومن يمثل العراق في هذا المجال ليس من المختصين ولا الخبراء في إدارة السياسة النفطية خارجية ولعل أبرز دليل على ذلك أن العراق لم يضع سياسة سعرية خاصة به بل يعتمد على سياسات التسعير التي تقوم بها السعودية ولذا فإنه يخسر الكثير من قدراته المؤسرة في أسواق النفط العالمية على الرغم من أنه البلد الثاني على مستوى الإنتاج في منظمة الدول المصدرة للنفط